خليني يعني أسألك السؤال الأول برأيك أنت يعني كيف ممكن نتكلم عن الكرازة وسرعة المجيء الكرازة مرتبطة جدا بسرعة المجيء إن لو أنا عندي وقت يعني حاسة أن الرب لسه هيجي بعد فترة أطول كل ما أنا هيبقى عندي وقت أكتر إن أنا أكرز لكن أما بيكون الرب إحنا حاسين إنه هو جاي قريب جدا يعني زي ما حالك قلت في الأول أن في علامات كثيرة قوي في الكتابة المقدس كان بتتكلم على مجيء الرب مرة تانية والعلامات دي كلها يعني مش كلها يعني معظمها بيتحقق يوم بعد يوم بنشوفه ده معناها إنه هو قرب إنه هو هيجي وإذا كانوا المؤمنين في القرون الأولى في أول الكنيس كانوا بيتكلموا مع بعض بحيوا بعض بمران آثى رب آثن وكانوا بيعيشوا المجيء ده هوت فكان بالحري إحنا دلوقتي مفروض إنه إحنا نعيش المجيء علاقة ده بالكرازة العلاقة كانت الحقيقة زي ما بيقول كده في صفر أعمال الرسل أنا هاخد آية وهبطي إن أنا أتكلم على نقطة حاجة حاجة حصلت معي أنا شخصيا وحصلت مع ناس أنا أعرفهم معي في الكنيسة الآية بتقول يقول الله يكون في الأيام الأخيرة أني أسكب من روحي على كل بشر فيتنبأ بنوكم وبناتكم ويرى شبابكم رؤى ويحلم شيوخكم أحلاما ليه في أعمال الرسل الاثنين وفي آية كمان موجودة طبعا هم يقتبس النبي يؤيل بالعهد القديم الألو في العهد القديم إنه الروح القدس جاء في يوم الخمسين بالزبط وإنه في في الأيام الأخيرة الرب هيسكب روحه على كل بني البشر فيتنبأ بنوكم ويحلم وبناتكم ويرى شبابكم رؤى ويحلم شيوخكم أحلاما فأنا عايزة أتكلم في الحتة ده هي أن الروح القدس الآن بيبتدي أنه هو يعمل awareness يعني يعمل نوع من يعني الإعلان آه بيحاول أن الروح القدس بيعمل ده في وسط الكنيسة دلوقتي بيدي الأحلام والرؤى دي لناس أن المسيح جاي والدليل على كده أنه هو حتى ما جيه في السفر الرؤية بيكلم بيقول الروح والعروس يقولان تعالى ومن يسمع فليقول تعالى وبعدين بيقول نعم أنا آتي سريعا آمين تعالى أيها الرب يسوع فهنا قوت الروح والعروس العروس اللي هي الكنيسة والروح القدس بيقول تعالى فهنا الروح القدس بإعلاناته بيدي إعلانات بيدي رؤى بيدي أحلام للناس بيكلم عن مجيء المسيح مرة تانية مجيء الرب التاني لاختطاف الكنيسة موسيقى 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 موسيقى